وانت لو بتفهم عربي قوي يعني اقصد يعني لو ضليع في قواعد اللغة العربية حتى يعني هيبقى رد فعلك مختلف عن الجملة اللي فوق بص انا عملت ايه قلت كم عام مرة على بناء الاهرامات فرقت يا استاذ اه وعلمت التعجب ما حطتش علامة استفهام اصدك ايه قصد ان فيه اعوام كتير مرت على بناء الاهرامات يعني يا استاذ فوق كانت كم عاما نصبتها بقت كم استفهامية وحطت علامة استفهام وتحت لما جرتها حطت علامة تعجب ايوة يعني فوق لو انت بقى ضليع في قواعد اللغة العربية اول ما تسمعها منصوبة هتروح ايه اللي اه 4000 سنة يا استاذ لكن لو قلتلك كم عام مرة على بناء الاهرامات تقول لي اه والله معك حق يا استاذ ده احنا حضرتنا قديمة قوي ما جاوب مش هتجاوبني شفت اختلاف رد الفعل بسبب اختلاف اعراب الكلب طيب كمان كم من ام تضحي في سبيل ابنائه بالله عليك هتقومت عندهم ولا انت فهمت انه كتير يعني فكام الخبرية لا تحتاج لاجابة طيب كمان كم ثوان في الساعة الواحدة ايه ثوان يعني ثوان كتير يعني ملاحظ فوق في الامثلة التلاتة بتاعت كامل استفهمية ركز التمييز مفرد في كل احواله عاما تمييز اللي هو الكلمة اللي بعد كم يعني عاما جنيه مش كده بكم جنيه ها كم لعب مفرد ساعات يتجر لو سبق كم حرف جر بساعات يتنصب تبينزل تحت كده تمييز كامل خبرية مرة مرتين جي مفرد عام وام ومرة جي جمعة ملاحظ معايا احنا بنحلل دوقتي الامثلة وملاحظ انه في كل احواله جي مجرورة عشان كده الجدوى اللي قدامك ده خطير جدا جدا بقولك تمييز كامل الاستفهمية مفرد مايجيش جامعة وغالبا وبيبقى ايه ها منصوب هنا منصوب او مجرور كامل استفهمية تمييزا منصوب او مجرور منصوب لو ما فيش حرف جر مجرور لو في حرف جر قبل كم طب تمييز كامل خبرية مفرد او جامعة ماكن مايجي مجرور فقط طب حرف الجر لاحظ كده في المجموعة الف حرف الجر جيه قبل كم يعني ممكن اعملها علامة دي او استاذ اه غالبا لما يجي حرف الجر قبل كم اعرف الناس تفهمية من كم عامل ولدت بكم جنيه اشتريت لكم لكم عامل تنتظر لكم عامل بص دي مش لكم بقى هتيبقى اللي كم عامل تنتظر كتوبها دي والله جملة حلوة ممكن هيروها لكم هي اللي كم اذا هنا دي فروق قوية طب علامة الترقيم بتاعت كامل استفهمية علامة استفهام لكن علامة الترقيم بتاعت كامل خبرية غالبا علامة تعجب وبعض الناس اجازوا انها تحطوا نقطة عادي خلي بالك في البلاغة كامل استفهمية تبع الانشائي الطلبي لانا بتطلب اجابة لكن كامل خبرية تبع الانشائي غير الطلبي بس هما الاتنين انشائي هما الاتنين انشائي احيانا يحزف تمييز كامل ساعات ما تلاقيش تمييز وفاة من السياق يعني كام انتصرنا على اعدائنا اصدق كام مرة يعني كام من مرة يعني يعني مرات كثيرة يعني والتقدير كام من مرة او كام مرة اه وهكذا طيب خلي بالك ان كام من كنايات العدد كنا انا اثرت النقطة دي قبل كده معاك في احدى الحلقات لكن بقى كرار عليك تاني ان كام من كنايات العدد يعني هي تعبر عن عدد مبهم معرفش كام سواء في الاستفهمية او الخبرية بتعبر عن عدد بس ما نعرفش كام زي بضع وبضعة بس ده عدد محدد شوي اللي هو من 3 ل 9 اشتركوا في القناة